مرض غامض وقاتل يصيب رؤوس الإبل بزاقورا والكساب يطالبون بالتدخل لإنقاذها أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وفي التفاصيل تفاجأ العديد من مرب الإبل في زاقورا ومحميد الغزلان بمرض وصفه بالمجهول يصيب جمالهم تسبب في نفوق بعضها وأكد العديد من المتضررين أنهم يفترضون أن يكون العشب الذي تناولته قد تسبب في هذا المرض غير أن إصابة بعض الجمال التي لا ترعى في الطبيعة وصرعة انتشاره في مناطق مختلفة زاد من شكوكهم وغموض هذا المرض الذي لم يسبق لهم أن عاينوهم منذ سنوات وأفد المتضررون في تصريحاتهم أن العديد منهم سارعوا إلى تقديم الأعشاب والعلاجات التقليدية مثل الكيل محاولة إنقاد رؤوس الإبل المصاب بهذا المرض كما يتخوف المستثمرون في قطاع السياحة في المنطقة الذين يملكون الجمال ويستعملونها في تنظيم جولات لفائدة السياحة من فقدان المزيد من رؤوس الإبل مما قد يؤثر على النشاط السياحي الذي يشكل مصدر رزق للعديد من القسر وتتزامن هذه الفترة مع ارتفاع عداد حجوزات السياح خلال شهر أكتوبر وهي الفترة التي يترقبها المهنيون في القطاع السياحي لتعويد الركود في الأشهر المنصرمة خلال فصل الصيف مما جعلهم يناشدون السلطات والجهات المسؤولة قصد تدخل لتقديم المساعدة لهم وإنقاد رؤوس الإبل المصاب بهذا المرض ومن جهة أخرى علمنا من مصادرنا الخاصة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية انتقلت إلى عين المكان وأخذت عينات الدم من الجمال المصابة قصد إجراء التحاليل المخبارية للكشف عن طبيعة المرض وتقديم العلاجات الضرورية